أسعار برصة الدواجن والبيض يوم الحد 27-12-2020 في مصر أهلا بكم أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسى دعم المقطع بلايك شهدت أسعار الدواجن حالة من الاستقرار يوم الحد 27 ديسمبر الحالي وذلك بعد التزفزب الواضح في أسعار برصة الدواجن خلال الأشهر القليلة الماضية بين ارتفاع وانخفاض كما شهدت أسعار برصة الدواجن خلال الأشهر الماضية انخفاضا ملحوظ في السوق المصرية مما جعلها تؤثر على جميع منتجات الدواجن كانخفاض سعر البيض وفي تصريحات للدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية للوطن يقول أن هناك حالة من الاستقرار في أسعار الدواجن اليوم إذ تراوح سعر البيع المعلن بالمزرعة من 19 ل 20 جنيه ليصل إلى المستهلك بالسعر يتراوح من 23 ل 24 جنيه للكيلو حسب كل منطقة كما استقر سعر البيض أيضا على 30 جنيه في المزرعة ليصل للمستهلك ب35 جنيه الطبق مشير إلى أن السعر العادل لسعر الدجاجة بالمسرعة 22 أو 23 جنيه للكيلو كما أضاف السيد أن الكاتكوت يتراوح سعره من 3 إلى 5 جنيه كما يتراوح سعر الدواجن البلدي من 23 إلى 24 جنيه ليصل إلى المستهلك بالسعر يتراوح من 27 ل 28 جنيه ويتراوح سعر الجملة للبط الأبيض من 26 ل 27 جنيه ليصل للمستهلك بسعر يتراوح من 30 ل 32 جنيه بينما يتراوح سعر الجملة للبط المسكوفي من 35 ل 36 جنيه ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح من 45 ل 46 جنيه وعن سعر الرومي قال الرئيس شعب الدواجن بالغرفة التجارية أن سعره يبدأ من 42 جنيه وحتى 48 جنيه إذ يصل للمستهلك مزبوح ومعبى ومكيس إذ أعجبك الفيديو عزيز المتابع يمكنك الآن الاشتراك في القناة والضغط على الزر اشتراك الأحمر أسفل الفيديو ليصلك كل جديد ولا تنسى دعم المقطع بلايك